خد بال حضرتك برضو هو المواطن لما احنا بنقعد نقول له كل حاجة برقم كنا كذا وأصبحنا كذا أنجزنا على الأرض بهذه الأرقام بيشعر بأنه يقدر يستوعب يعني مظبوط خلاف كده فندم لما بيشوف بعينه المواطن أو المجتمع المصري بيوسق العمل والمجهود اللي بتقوم بالدولة وبينسبه للرئيس ليه؟ لأن الرئيس النهاردة بيقف على كل مشروع بإيده زي ما بيقولوا كده ليه النهاردة لما بيتكلم وبيقول أن المشروعات دي النهاردة بالمجهود اللي عملوه ده أعتقد ما كانش تم في عشرات السنين ده بالنسبة لنا فندم كاقتصاديين أن إنجاز اللي بيتم في الوقت القصير ده بيبقى مضاعف المجهود يعني بدل ما بنتها البساطة بدل ما كانوا بيشتغلوا 12 ساعة كانت الدولة بيشتغلوا 24 ساعة فده بيحقق نجاح وبيحقق فيه حاجة مهمة تشغيل للناس هو مين اللي عمل القناة فندم؟ المصريين بعدين نرجع لنفس النقطة هي فلوس مين؟ المصريين؟ المصريين وهم اللي استثمروا؟ مش كده 64 مليار جنيه جمعوهم المصريين في 8 أيام ده كان إنجاز كبير ثقة في القيادة السياسية وسقة في الدولة وسقة في البشر ترجمة نانسي قنقر